تضاعف عدد عمليات زراعة القوقعة في سلطنة عمان خلال العامين الماضي والحالي فقد أجرى مستشفى النهضة أكثر من 650 عملية زراعة قوقعة خلال السنوات العشرين الماضية أكثر من 95% من هذه العمليات كانت للأطفال الذين فقدوا السمع قبل أو بعد الولادة وفي هذا الإطار احتفلت وزارة الصحة بمرور 23 عاما على البدء في برنامج زراعة القوقعة حيث أجريت ثلاث عمليات عام 2000 والذي دشن خلاله برنامج زراعة القوقعة في سلطنة عمان زراعة القوقعة هي عبارة عن غرسة إلكترونية تم غرسها عن طريق عملية جراحية وتتكون من جهازين الجهاز الداخلي يتم عن طريق العملية الجراحية والجهاز الخارجي الذي يتم تركيبه من بعد عملية زراعة القوقعة بدأت عمليات زراعة القوقعة عالميا في الثمانينات كتقارب أما بدأت في السلطنة في عام 2000 وذلك بزراعة عدد ثلاث حالات مبدئيا ولكن بدأ الدعم الحكومي الفعلي في عام 2003 حتى اليوم بلغ عدد زراعة القوقعة ويسهم جهاز القوقعة في تحسين السمع لدى الأطفال والبالغين المصابين بقصور سمع حاد ويعيد لهم الأمل في استرداد نعمة السمع ليمكنهم من العيش دون عوائق وحواجز تمنعهم من التواصل مع الآخرين بالبداية كان الزراعة تقتصر على جهة واحدة وتطور الوضع إلى إمكانية زراعة الجهتين وكذلك إمكانية زراعة الجهاز تحت التخدير الموضعي بالنسبة للبالغين يذكر أنه منذ العام الماضي بدأ مستشفى النهضة بعمليات زراعة القوقعة للبالغين تحت التخدير الموضعي اشتركوا في القناة